الشيخ الحارة والجريئة الشيكشيك مرزوقة علي جنبي كانت بدايتها مع الفن طالت حكاياتها قضيتها المعروفة سبب شهرتها لكن في النهاية نجحت وأكدت رأستها ضفتي الفنانة عيدة رياض أهلاً وسهلاً عيدة أهلاً بيكي أنا مبسوطة بيكي عارفة ليه النهاردة عشان أنت زي جريئة ما بيهمكيش وبيتقولي كل حاجة في الدنيا أسحابيني من أولها أنا بحبك عشان أنت يست جريئة وقوية وما بيهمكيش ولا حاجة حبيبتي ربنا يا كبيك وبرنامجنا ده عاوز الشخصيات دي وشيخ الحارة اللي هتشوفيه بعد شوية ده ليش هتعرفي تسلكي معاك خالص آه واخد بالك فركزي معايا كده وفتحي لي دماغك وفتحي لي بشعرك وقولي لنفسك فيه ربنا معايا يا رب وأول فقرة منطقة العزل عيدة قدامك تلت أسئلة الأول والتاني والتالت هتقريهم من غير ما نعرف إيه هما لو اعترضتش على السؤال هتقولي أنا معطردة على السؤال نمرة 2، نمرة 1، نمرة 3 اللي مختبى وحتلبسي عليه الكيمامة فقري الأسئلة ونشوف هتقتردي على أي سؤال يارب بسطر يارب يارب بسطر الأول ايه الأول السؤال التاني مممممم عادة التانية السؤال الثالث هتآترتي على اي سؤال هتعتذري عالتلاتة ولا ايه؟ لأ ايوا هتزر بس عن الأولاني الأولاني اه طيب. ها رقم واحد نعتذر عنه ونشوف في اخر الحلقة هتغيري رأيك ولا لا. ممكن. الرقم اثنين بيقولك جوازك الوحيد كان المطرب محرم فؤاد. ليه ما فكرتيش تتجوزي تاني. الحقيقة انا اتعقدت متجواز. اتعقدت متجواز. قد كده كان محرم فؤاد قاسي جدا عليكي. لا لا هو انسان كويس وكل حاجة بس كان فرق السن شوية وكان هو يعني يحبيني قوي 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 بنيره علي قوي قوي قوي. فكان يعني قافل الدنيا قوي 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 يعني كان صعب جدا جدا. اه بس بقاله كتير قوي من زمن يعني. اه طبعا. انت بتطلق سنة كم؟ سنة اتنين وتمانين. طيب يعني قدامك عمر كمون كنت قابلي تمانية وتلاتين سنة ملاقتيش حد تاني خالص. لا 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 طبعا يعني طبعا فيه طبعا اكيد فيه. بس كان فيه حاجات عندي اولويات. بس سبني عملينا ما سمعنا انك اتجوزي تاني. يعني الجمهور ما يعرفش انك اتجوزي تاني. لا انا ما اتجوزش تاني. اه بس كان فيه حد بس مش جوازي. انا كنت بحب بس. بتحبي عملا تحبي. عملا على بطال ولا. بس مش عملا عنده كل يان. ولا هو اتنين. ولا هو تلاتة. تمانية وتلاتين سنة تفتكري بقوا كم واحد. اه. تلاتين. تلاتين ايه شكحة حرامة عليك. تلاتين ايه لا امه. ولا ما بتعديش احسن. امه تلاتة. حنعرف التلاتة دول لما نطلع فوق مين دول. وبين سعداء الحظ اللي حبه عيدة رياض. خلاص. اما نطلع. سؤال الثالث. قدمتي وانتي صغيرة ادوار جريئة. ولما كبرتي فضلت تقدمي في الادوار الجريئة. رغم ان سنك لا يصلح للادوار دي دلوقتي. اه. يعني اه. اه. حلو قوي سن دي. وليه كنت صغيرة ساعة. كنت صغيرة. بس انت لغاية النهاردة بتقدمي ادوار جريئة. ايه يا جماعة في ايه. مالك وكتابة. مالك وكتابة اولا الفيلم ده سيكولوجي. اه. الى تحت الدش يمكن. اه. الى تحت الدش قادك فكرة اه. انا عدت اسبوع. عدت اسبوع تحت الدش. اول ما ينازل عليك. الى ما يتفتع. وستوب. قادنا كنا في الشيطة في يناير. تب ما يمكنك تتعملي حج عشان تعيدي الشط. لا لا لا. لو كان جايبين وولد يا حرام كان بيت رعش يعني أنا بيت عيالجو أقول له حنعمل إزاي حنيجي كده وحنيجي كده إحنا مش حاسين بالدنيا على فترة كنت صغيرة حاضر وإنت لغايت دلوقتي لسه صغيرة طب إحنا فقرتنا دي خلصت وإحنا هنطلع نكمل فوق باقي فقراتنا بس عندك بقى الفقرة اللي جاية اسمها سرتك على كل لسان آه يا رب بصدر يا رب سرتك على كل لسان سرتك على كل لسان بتقول إنك بتجملي محمد رمضان وبتقولي وبتشبهي بسيدة الشاشة فاتن حمامة لا لا أنا مش بشبهه لا لا ما هنطلعه بتقولي إنه فاتن حمامة طالع عليها سيدة الشاشة وسعاد حسني طالع عليها سندريلة الشاشة إياه ودي حقيقة ده حقيقة وزيه زيهم بس هل التاريخ بتاع سعاد وفاتن لا طبعا يقارن تاريخ محمد رمضان لا لا طبعا لسا محمد رمضان ما عندوش تاريخ ولا أنت بتلعبي على المضمون لا لا هو موجود دلوقتي وبيشغالك لا لا يا عزيزة كل أفلامه تقريبا أنت فيها أنا عايزة أقولك حاجة أولا مش محتاجة أي حد عشان يشغالي لا أنا عارفة بس يعني لو في مجاملة بردو لا أسانا هي عمبارة فاكرك يعني على طول فاكرك أعمل ضر يعني مش بحتاجة يعني حد أنا مش سندريلة لسا في عز الشبابي عشان أقشبك فيه لسا في ناس كتير بيعملوا أدوارك وما بيشتغلوش والله يمكن عشان أنا مكتهدة على فكرة أنا بعمل شغل كويس قوي أنا عارف وبذاكر كويس قوي على فكرة أنت مكتهدة ومجاملة بالآخر وقت وعلاقاتك أكيد كويسة قوي مع الوسط عشان كده دايماً بيرشحوا عيدة رياض لا دايماً بس كل فيلم بيجي عيدة رياض نمبر وين تتحط في أي عمل أنا بقولك أنا بشوف أنا معملتش غير الأسطورة والألماني 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 ونصر السيد الألماني محمد رمضان ما كانش معروف خالص ده أنا وأحمد بدير آه بس كان رصيد عنده جواكي أنه هو من أول مسلسل لا كانش لسه أشتغل ولا حاجة خالص ولا الأفلام ولا حاجة ده كان أول حاجة هي الألماني وربنا فتح عليه وفتح على المطرب اللي اسمها بوزي وكانت برضو غير مغمورة وربنا فتح عليه ويمكن هو شايل هالي نحنا الفيلم ده ما خدناش فلوس طبعاً خالص خالص في أي حياة فعملناه مجاملة للشباب يعني وشك حلوة لمحمد رمضان يعني لا هو مفتاح ويمكن هو بيردها لك عشان كان بيتفاقل بيك لا والله ده فات سنين يعني بين الألماني وبين الأسطورة بيتفاقل بيك بتنكريني الرجل بيحبك وبيتفاقل بيك لا هو فعلاً بعث لي فيلم قلب الأسد هو اللي كلمني فعلاً قلب الأسد يعني هو كلمني ولا أنت بتليقي مع النوعية دي من الأفلام ممكن لتنين أفلام المخرجنات بردو ده أنا بعمل مخرجنات أين دي كتير تي طول عمرك عاملة مخرجنات مش حال فليسة أنا عاملة مخرجنات مش عارفة فيه طول عمرك من يوم ما ابتديت لغتنا نحن نشوف مخرجنات كتير جايالك موسعادتني من أول حاجة في حياتي الظروف صعدتني على الآخر يعني حتى الظروف الوحشة ساعدتك في أنك تطلعي طبعاً يعني في بعض الأحيان حتى الظروف الوحشة ساعدتني المخرجين استغلوا الظروف الوحشة وأنا كمان استغلتك يعني أنا دغلت كمان العطار يعني عامل إيه أنا عايز أشتغل بقيت أحس خطوة خطوة كده هما استغلون يعني وانتي استغلتيهم وأنا برضو استغلتهم نشوف الفيديو التاني صرتك على كل لسان بتقول إن القضية دي كانت متلفقة من زميلة ليكي كانت غيرانة إنك تاخدي أدوارها صح ولا غلط؟ والله أنا مش عارفة متلفقة ولا ما حاجة كده عارفة إزاي زي القادرة زي ما تكوني قاعدة كده ويجي قطر ويحي مش عارفة إن كانت متلفقة ولا لا مش قضية أصلا مش قضية ما كانت إيه؟ طبعاً مش قضية طبعاً هم عملوها قضية ناس أخطأوا في مكانتهم في مكانة بس ما هدلوا التانية جوم قالوا لك مئة دولار لمحرم في بنت مسكناها معاها مئة دولار مزورة وبطول واخدها بالمدام عاية محرم برضو علنياتهم يعني موضوع قضية تغيير مش قضية أداب بقى نزلنا بقى روحنا للمدرية لما روحنا للمدرية بقى لقينا بقى إيه؟ تحقية تانية مرات مخرج متكلماني في التليفون وكلمة يأتي ما بتسلم علي يقولي لي مرات المخرج دي مش كويسة هي كانت مترقبة أكيد من طبعاً مترقبة شهرين في شهرين طب شهرين في شهرين ما جبونيش مثلاً معاها مرة يعني مثلاً أنا الوردة الوحيدة اللي فيهم يعني شهرين بيرقني لا أنت اللي اسمك مشهور ومتجاوزة مطرب مشهور يعني التحريات بتاعتهم يعني ما تجبنيش مرة متلبسة مثلاً أربعة شهر فمحرم بقى اتخاني معهم هناك بقى هو نازل بحاجة فالخناقة دي بقى عملت دوشة دوشة هلسوا خلاص عيدة فقرتنا دي خلصت وبعد الفاصل هنرجع وعندنا فقرة اسمها إيجابي ولا سلبي عيدة رجعنا من الفاصل والفقرة دي إيجابي ولا سلبي أممم إيجابي ولا سلبي إيجابي ولا سلبي أعرفتي أن الوسط الفني ملوش عزيز لما ما حدش سأل عليك وقت مرضك بالسرطان إيجابي ولا سلبي لا إيجابي إيجابي ما حدش سأل عنك لا بس انت قلت لا أنا ما قلتش لحد أنا قلت بعد خمس سنين خمس سنين؟ كان سرطان إيه؟ في المسانع وخدت طبعا كيماوي وخدت إشعاع وشعري وقع وكل حاجة حلل على سلامك وإن شاء الله كله بالصحة والصحة حاببتي ربنا خليك يا رب السؤال اللي بعده مش عاجبك مسلسل نادية الجندي ونبيل عبيت وقلت دول نساء من متحف الشمعة إيجابي ولا سلبي؟ والله العظيم أنا كنت أخبر نزل في كل المواقع حاجة غريبة قوي إزاي ده أنا يعني لازل أنا كنت بهزر معرفش فيه تصوير أنا كنت بهزر يعني قلت يا يعني هزار برضو يعني لا 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 مقتناش كده بس الزبط يعني أنا مقتناش كده بس وبعدين أنت يعني لسه العمر قدامك رايحة برضو يعني أنا جاية بطبت والله لا ما قلتش لك أنا قلت إيه من ناحية يعني هيبقى فيه حارب ومش عارفة إيه وكده يعني من ناحية دي مشاهدة قد يعني الحاجات اللي انت تبايا يعني المسلسل ده هيتشاف أكيد لا طبعا هيتشاف طبعا دليوم أساني طبعا دليوم يعني ده أكيد يعني عالفة لو اتريقت عليه بقى بعد كده أنا ما اتريقتش بقى ما كانتش كده طيب يعني ده سؤال إيجابي ولا سلبي السؤال دوت لا سلبي طيب نروح للبعد طول الوقت حسب الزن بناحية إخواتك لأنه متأزوا بسبب قضيتك إيجابي ولا سلبي هو كله طبعا كله تأزى طبعا أكيد بس ما تأزوش طبعا يعني نفسيا طبعا حاجة أصلا مش بسيطة يعني حاجة حاجة رهيبة يعني حاجة كده تبقى وقفة كده في قطر شالك وشالك بتاعها طبعا وكلموك بعد كده ولا قطعوا معاين كده قطعوني إيه ده هم اللي قفين جنبي هو إزاي بقى يعني ما حدش صدق إزاي بقى قطعوني إزاي لا ما انتي عارفة الأهل اللي بيشغلوا في الفن عموما الأهل بيقومها هم حساسين يقولك أهي الشغل أنا بص والداتكو فين وعملتوا إيه إحنا معاش كويسين جدا ومعروفين بس طبعا الحاجات دي بتأثر ماما مثلا جاء لها السكر يعني حاجات طبعا بيتأذوا بره لكن آه طبعا طبعا في أزياء طبعا نفسيا يعني ده سؤال إيجابي ولا سلبي لا إيجابي إيجابي طب نروح للبعد زواجك من أحمد بدير حقيقة أنكرتيها بسبب رفض هو الإعلان عنها إيجابي ولا سلبي يعني لازم ترفي كده اللفة الغريبية بسبب رفضه هو يا كماعة مش مققول ده أجاوزه إزاي يعني ده زميج طب هو الزميل اللي ما تتجاوزيوش يعني هو الزميل ما يجوزش لا لا يجوزه كل حاجة بس دي إشاعة يعني أنت عارفة إنما الأتنين يشتغل مع بعض ومسرحية تنجح أربع سنية فلازم تعرفها بس كل إشاعة بيبقى لها دخان يعني دخان إيه ونرد إيه دخان كده بيبقى يعني يا جماعة سيبوا الراجل في حاله الراجل متجاوز وعنده راجل أحمد ده والله راجل محترم جدا ومقدم جدا يعني من نفس المهزبين مش منوع الشائع يعني هو اللي بيجاوز زوجة تانية بيبقى مش محترم لا لا مقصودش كده بس أحمد طبعه معروف يعني مش شائي هو يعني مش شائي ومش بتاع الحاجاتي طب ولو كان شائي بقى كنت شائي لو حد تاني مثلا يعني طب انت بتحب الراجل الشائي؟ أكيد طب طبعا عايزة رياض بتحب الراجل الشائي طب وفيها إيه دعيم يا جماعة طب عايزة رياض كان ممكن تبقى فنانة صف أول لو كانت أسكى من كده في التعامل في الوسط السينمائي مزبوط إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي صح مزبوط يعني انت ما شغلتيش ذكائك خالص في الوسط السينمائي لا لا أنا ما عنديش ذكاء على فكرة خالص معقولة؟ حتى يعترف ان هو مش ذكي؟ أنا مش ذكية أبدا 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 ومعنديش يعني أنا هلهلية جدا طب يعني مقاومات تانية ما فيش خالص؟ لا لا ما عنديكيش أي مقاومات لأنك تملي تعاملات مع الوسط؟ سدقيني باع مش هتلاقي بصي أنا يعني جملت الناس كتير جدا محدش جملك؟ لا أنا عمري محد جميل على فكرة أنا دخلت الوسط الفني عن طريق المسرح الفرقة القومية اللي فين شعبية نقول تراقصها في الفرقة القومية دي بدايتي وكان زمان يعني من 35 سنة كده و38 كان بيجوا المخرجين المسرح وينقابوا على الفنانين أول حقيقة كان أستاذ نور الدمرداش جاء شافني بقى من رأس صعيدي كده بالأمطة فجاء خدني في أول مسلسل عملته قبل بقى قبل أستاذ نور الدمرداش أستاذ يوسف شاهين بس أنا كنت في مدرسة الفرقة لسا عندي 13-14 سنة ما اتضمنتش للفرقة كبيرة بس كنت مخلصة وأنا بقى ما بقى خلص تدريب باجي أتفرغ على الكبار كان فيه جلال عيسى ومشيرة الأول أستاذ يوسف شاهين طبعاً لا يرحمه شافني وأنا بجري كده كان واقف معه جلال عيسى وصف عبد الرحمن فجاء قال له من دايي البنت كنت بنت شائية وانتي صغيرة لا يعني مش شائية يعني شكلك شائي كده شائية وعند الجرئة لا معنديش جرئة لا معنديش جرئة عينك كلها جرئة عناية ولكن Arai بقى قلبي يا مش جريئة قلبي والله أنا مش جريئة أنا طيبة جداً لا وأناja البناك ملعة وليطيبة ما أنتن ممكن تبيي بغري takiبعون طيبة ياريتني أكون جريئة كمان مش جريئة كل المشاهد اللي بتعمليها دي وكل الادوار اللي بتعمليها في السيناءة مش غريئة اوليبي طابأ الادوار لا يعني انت عموما معروفة انه اي دور بنت كده شعبية مش عارفة ايه يعني ايه معروف احنا عندنا هنا عادات متقاليد مش عايزين نخش بقى ايها قصة حب بنتين ده بوكت كاته ما كنتش جريئة فيه قصة حب ده احلى فيلم شوفي بقى طيب ما هو احلى فيلم عزيز شوفي حايز يطلع الحاجة حقية ايه حتى داود عبدالسيد اللي ملوش في الاغراء حتك فطول اغراء لا مش اغراء ده مش اغراء بقى امال ده ايه علاج نفسي لا 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 عايز يقولي في المشاهد كان بيجي يقولي يقولي عايدة دي بنت بسيطة وتجوزت حد عربي يعني حد جاء كده ودفع غلبه وبتاعه فقر جوزتي مثلا كده ودفعو لكو عشد طلاف جنيه ومشي وسابك وده حبك الوحيد يعني انت دايما يختروطي في الادوار الشمال لا طبع الشمال ازاي انا اهل القمة ده شمال اول جايزة مع الفنانة سعاد حسني واول دور لا اكتكات اخذك على جوزة اكتكات جايزة برده لا طبعا انت ممثلة بسي احنا لان مش هنقول في انك ممثلة عظيمة كل بقى المخرجين بقى وكتو عشتغل بقى في الحمل خيس طب الحمل خيس كنت عجيبك اكيد في الادوار اياها برده بس اتقلبت علي ساعتها انا مش هلا لا 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 انت بوافتش اشتغل على الاجر لا ما افكرك لا لا مش الاجر و بس انا حقولك بقى طالما احنا في تجاريه قولتلي قولتلي قولتلك يعني اذا اجر انا الفيلم ده واخده كذا قولتلي بس يا عيدة انا معي استاذ كبار الشيناوي ارهام وانا قلاص وزعت انا مش محتاجة اي حد انا قولتلك كده ايوة انا مش فكرة انه قولتلي كده لا قولتلي كده والله سعيدة مستاش ابدا قولتلي فانو طلطة لا بس خذي بالك ان احنا بكلم على الفلوس انا مليش دعوه طبعا المنتج هو اللي كان مسؤول ما انا ابتدت معاك في الفلوسيرك هم مش مديني ما هم جابوا اتنين باعوا بيهم فبعد كده مش عزين ما انت عارفة انت عارفة النظام يعني بس انت جريئة برضو مش فكرة كريئة انا جريئة بشكل تاني طيب انا جريئة هنا بسي 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 انا الماغي طيب خلصنا ايجابي ولا سلبي ودلوقتي بين قسين بين قسين افضل راقصة في تاريخ مصر من رأيك سامي يا جمال تحية كاريوكا سهير زاكي بس هما ثلاث تلوان مختلفين شوية يعني بس انت تفضالي مين تحية كاريوكا كد ترقص في مكانها كده بمعلامة وحاجة جميلة جدا وسمي جمالكا استعراضي طيب انت تحيب رأس مين سهير زاكي بقى شرقي من بيته كما يجب طيب انت تتميني لأي نوع من الرأس ده ده اللي بوقفة تمزج روحها ولا اللي بتعمل الاستعراض ولا البلدي انا بحجب التلاتة ما احنا عاوزينك تفضلي واحدة ما انا هفضل واحدة احنا بنتكلم على الشرق وعلى بلدنا اه سوير زاكي سوير زاكي ايه اوكي ابولك ادوار مشاهدها قليلة عشان احسن من القعدة في البيت هو ده حجمك في السوق الادوار اللي بتليق عليك هو على سنك ايه حقيقي طبعا هو فيه ادوار طبعا يعني ما كانش مفروض اعمالة يعني بس انا عملتها اللي قاني كنت محتاجة فلوس ساعد بتحصل مع كل الفنانين يعني لان دي مهنتك لا طبعا لا ما عنديش مهنة تانية عندي المهنة دي وطبعا ظروف العيق ما عملتش حساب الزمن انه التمثيل ده ممكن فيه من الايام لا لا احنا جلنا ما اخدش فلوس احنا جلنا ما اخدش فلوس احنا جلنا عمل شغل عمل تاريخ عمل لكن ما يعني يعني عيدة رياض النهاردة لو قعدت في البيت ما تقدرش تعيش لو قعدت في البيت اقدر اعيش الحمد لله امسطورة يعني اكل واشرع وادفع الموبايل وادفع الشغالة حاجة الموبايل حاجة الموبايل يعني يلي كده الحمد لله قدر عيش وعمل حسابي على كده يعني ربنا ما يحوجك لحد ربنا ما يحوجك لحد وان شاء الله تشتغلي الاخري ونفاهم الحمد لله الحمد لله نجمة دراما وممكن تبقى نجمة شباك في السينما دينا الشربيني ريهام حجاج ياسمين صابري نجمة شباك معلش عشان السينما ليه مواصفات طبعا طبعا مش كممثلة ولا كاي حاجة لا ياسمين صابري جميلة ومواصفات طبعا من السينما رجل وامرأة وشكل واحلام شباب واحلام بنات ما انه الفترة الاخيرة ما كانتش معتملة على الشكل يعني وعشان كده مش حاجة فيه اللجوم اللي طوله السينين اللي فاتت كلها ما كانش الشكل هو الاساس كده الدنيا ما فاش احلام ومبقاش فيها يعني مبقاش حاجة يعني مش حيبقى بوسي السينما رجل وامرأة يعني دي حقيقة يعني عموما انا خلصت دوري في الفقرة دي وحتستلقي وعدك بعد الفاصل مع شيخ الحارة ونتي مش تتبقى معي بردا ولا ايه؟ معاكي يعني يلا رجعنا من الفاصل ومع شيخ الحارة جاهزة؟ آه مع شيخ الحارة أهلا يا شيخ الحارة أهلا عامل ايه عايدة؟ أنا كويسة قوي الحمد لله وعاشتك؟ والله انا بشوفك ودايما دايما بقى عجب بيك بس بعيد عني مش عايدة ما تشوفيش وحش لا 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 واللي انت عايزة الدنيا طبلت قول يا حبيب قولك ايه؟ قول كل المخريين كانوا بيستايفوك آه والله واحد منهم مسح بكرامتك الأرض آه مزبوط دعمين ده؟ هحكيلك الحكاية في فيلم أحلام هندو كاميلا جيت بقى لي شهر بصور لا يرحمه محمد خان آه الله يرحمه طبعا استاذ محمد خان ده ده يعني ده طبعا مخر الجميل ده يعني نقطة التحول في حياتي بجد لا يرحمه مرمض بيك الأرض آه فعلا جيت مرة يعني احنا معادلنا تسعة جيتة عشرة كان في عندي وقافي الشهر باجي ساعة تمانية أعمل مكياش تسعة قدام الكاميرا تمام يعني يوم كده حزك يوم بقى كان فيه ظروف كده يعني عائلية وكان بابا تعبان شوية وبتاعه فتأخرت يعني جيت ساعة تسعة تسعة تسعة؟ اه مش اتناشرة واحدة ولا حاجة لا 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 تسعة لا لا ده ساعة ستة بيجونا المكياش ساعة ستة وفننا الجنين أنا نجلق فتحي من الساعة تمانية موجودة طبعا متاخدش في المكياش دي بتعمل كده اه حتى تلاقي بقى المكياش دي الإستاذ الأفات لأي حال يعمل لها كده يعمل لها كده تقول انت هتنام على خد وقالي خلص ما فيش خمس ده ودا بقى دخلت بقى ودا الاستاذ محمد خان بقى 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 لي سهر وفرصة عمري وأحلامين دو كابيليا وانا مزي زي يعني مسكة فيلمي سي الألف سي الألف وعملي ما تأخر ديها دي يوم دوت يعني فجاه بقى قال لي في المناء خيار حلوة في المناء خيار قال لي بقى مسعبية البلاط يعني هو مهزم طب ساعات المخرج بقى متغزم الأبطال في جيشات من الأدوار التانية يمكن بقى يعني تلاقي بحد بالأبطال عامل عاملة فيجي مطلع كل غيله على حد من الغلابة اللي زيك كده وهو في حاجة فعلا زي ما انت قلت كده بس أنا ما عرفش وانت بتأملي كده ولا ايا ما داميناش اه على خفيف اه لا كان بتعمل بتعمل فانا دخلت بقى على قط المكياج وكانت الفنانة الجميلة نجلق فاتحي ربنا جاسح يا رب كانت بتعمل مكياج كده وانا دخلت بقى ايه بمعمرة غرغة في عناية قايفة بقى الفيلم قرى بيقلصوا بتاعوا كده فهي بسيتلي كده ايه كتحنيينة قوي 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 فقالتلي هاي دا تيبت عايتي ليه عبيطة عايتي ليه فقالتلي اه دا أستاذ محمد الخن بيحبك بينخشك اه بيحبيني دا دا بهديني خالص فانا كده مش فاهمة الجملة يعني اصدار بيحبك ازاي يا يعني انا مش فاهمة الجملة بتاعيتها بس محبتش يعني ايه اعمل نفسي ان انا مش فاهمة حاجة يعني بتلمح ايه قابلتي كنت حاسة انه بيحبك لا انا كنت مش حاسة بالدنيا في فيلم ماشية زي المسطرة ومش شايفة بمثل ومسكة فيلم بشكل مرعب يعني فاستي دورك كان مجتميز جدا في الفيلم بسية معلتلي كده اه فعلا حقيقي يعني فجيت بقى قلت لها هو كده ايدي قولي له كلمتين حلمين كده حيروقوا مش عارفة ايه فانا قلت لها كده طيب مخش والرطة بقى ايه رحل أستاذ محمد خان قلت له أستاذ محمد خان يعني طبطب عليك كده يعني طبطب عليك وحضنك وباسك قوة كان رئيق بسرعة كان رئيق اولا المهم يعني ايه ربت المخرجين بالستات اللي في انا بقى عمري ما شفت الكلام ده لانه لا لا مش مش عامري انا ست بقى مش عارفة من ولا حاجة انتي بتشوتي على طول بس يا الحارة يا الست كل ايه ايه اخبار دكتور الجامعة ايه دكتور الجامعة اه اخو المنتج منتج المسلسلات المشهور منتج الحج متولي مين ده مين انا اه اه لو منتج الحج متولي اخوه اه ليه اخ ليه اقل فعلا الدكتور اه معمس الجوزي في المسلسل اه 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 كان اسمه اه كان اه ايه ماتجوزتوش في الحياة دي اه ما كان عايز اتجوزك اي domani ايك ايا ايا اي انا كنا عايزاتوا ايج QUET كنا عايز تجوزني وكان هي الجنل عليها طبعا وكده قالي، لأ جاوزت أشخي الحارب لا جاوزت إيه؟ ما جاوزوش طبعاً ولا حجة إيه ده ما جاوزوش؟ لا طبعاً بس كان معروف في الوسط انك متجاوزان اي طبعاً ومعروف أن هو اللي كان بينتج أكتر من أخوه هو اللي كان بايت فعل فلوس لا، 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 أنا ما جاوزوش ولا تعب يعني ده كده جاوز، أنا عارفة جيبت مين المعلومة دي صحية الكواليس الحد متولدي أيها هو كلمني كده بزار حتى يعني ما كانش بيتكلم جدًا يجيب سيرتك مين اللي قالها كده؟ عيدة 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 إيه إيه اللي انت بتقوله دول؟ لا طبعاً ما فيش هو كان بيهضر معايا كده بس يعني إفريدي إفريدي وانت وست تحرم عادي عادي بس هو يعني ما عجبنيش يلا يا شيخ الحرام مع السلامة إحنا عندنا دلوقتي فقرة علشان انت درجة حرارتك عيلية قوي اسمها درجة حرارتك درجة حرارتك؟ اوه انا تدرقت جالي درجة حرارتك أول سؤال درجة حرارتك تسعة وثلاثين علاقتك كانت باحمد زاكي كويسة قوي وكنت أصدقاء طبعاً انت شفتي نهاية هيسم تقبلتيها ازاي؟ أنا بصراحة طبعاً يعني فعلاً أنا صدمت وحزنت حزنت من قلبي بجد لأنه شاب صغير وابن فنان جميل كلنا بنحبه فنان كافح ثبت وجوده وهي يعني أحمد زاكي بسطورة بسطورة بجد وابني حرام تحرم من منطق ويديته اللي بتربيه اللي كانت بتربيه وأبوه يعني يعني قصة بتاعته فيها عذاب ولد يتيم عذاب طبعاً عذاب حدش يعني ديوتم ده مهما كان حشل وحده وكانت مفاجأة بصراحة أنا يعني زهلت طبعاً عليه قوي قوي حزنت عليه كل مصر زهلت عليه فعلاً ربنا يرحمه هو كان شاب جميل وابن فنان جميل زيه فعلاً الله يرحمه الوحدة وحشة بجد الله يرحمه ويرحم باباه بجد يعني خليت له واحد يفتكر أسطورة من الفن أحمد زاكي وابنه لما مشافش حاجة له وهو طفل ولما كبر يعني الله يرحمه لا يرحمه السؤال اللي جاي درجة حرارتك أربعين انت خايفة من الوحدة؟ محتاجة وانيس؟ طبعاً الوحدة وحشة يعني نفسك تتجوزي تاني ولا؟ لا بصي أنا مش عايزة يعني أجزم في حاجة وقول حاجة أنا معرفش بكرة فيه إيه فعلاً الدنيا غريبة والدنيا متقلبة وانتي بتعرفيش إيه المفاجآت بتاعت الحياة يعني لو جالي حاجة وأنا حبيتها وحسيت بيه ليه لا؟ فيش أي موانع طب بعد تجربة الجواز والعيشة لوحدك الفترة الطويلة دي تقدري تعيدي تاني إنك تعيشي مع حد بالقيود بتاعت الجواز بالروتين بتاع الجواز بأنك تبقى مرتبطة بواحد الصبح والدهر وبالليل وانتي بقى لك فترة طويلة لوحدك؟ ده سؤال جميل فعلاً تقدري؟ لا أنا تعودت على الوحدة الوحدة والشبن عندي أخ قاعد معي هو وبنوته طبعاً مالية علي الدنيا ما عندكش فكرة طبعاً ما خلفتش بس البنوتة دي مالية علي الدنيا مايا دي وعندي أخوية تانية فوقية كده ده مدير الخطوطة قوتية تقول الولاس التقليدين نحن عاوزين الوانيس الوانيس بقى إن شاء الله منتظرين الوانيس الوانيس أنا منتظرة بس مش عارفة بقى هل الوقت فات ولا إيه بالزبط مش عارفها يعني؟ السؤال اللي بعده درجة حرارته واحد واربعين عيدة رياض بيقوله ملهاش عزيز وما بتدمعش على حد بقى أنا دموعي من كتر ما بكيت نشفت نشفت؟ نشفت والله بجد أنا لما ببكي مش دموعي اللي بتنزل مال إيه اللي ببكي؟ أنا قلبي اللي بيبكي صدقين والله عندك حزن يعني داخلي كبير قوي جواتك؟ آه عندي طب عندي حزن في حاجاتك كتير لما بتسترجعي حياتك كلها بتشوفي فيها اللي حزن أكتر ولا الفرح أكتر؟ بشوفيها الحزن أكتر الحزن أكتر رغم إنك بتتحكي كتير وبتحاولي تبقي سعيدة وتبقي لطيفة لطيفة وكده لكن في حزن داخلي طبعا لو حياتك بتعديها هتشيري منها إيه؟ ما تقدريش تشيري حاجة إنك دي كلها أقدار ما رفيش ربنا رسمها ليه وعملها ليه كل حاجة إيتش حتى لو بتعتبريها وحشة ممكن تكون حلوة والأسباب معينة يعني تعلمت بالحياة إن كل حاجة بيجيلك أنت بتفكريها وحشة بس هي ممكن تكون حلوة وكويسة وتفيدك يعني ممكن تمنعك عن حاجة ممكن كنت تعمليها أو أي حاجة يعني طبعا مفيش حد بيقدر يشيل حاجة من أقداره يعني لكن أنا كان نفسي طبعا إن أنا أخلف طبعا كان نفسك تخلفي طبعا طبعا طب ليه ما فكرتش أنت أنك تخلفي في ما كنتش متجاوزة محرم فؤاد ما حصلش من عند ربنا يعني مع هو محرم فؤاد عنده أولاد عنده أولاد من مراته مدام مجدى بيدون وطارق وعيش معنا فترة طويلة جدا جدا يعني ربنا ما أرادش يعني يعني أنت اللي نقصك في الحياة أنك يكون عندك طفل ما ربنا بعتني بقى بنت أخويا بقى دي بقى عوضتني بقى عن كل حاجة بقى عموما إحنا وصلنا لنهاية فقرتنا بعد الفاصل تنقذي مين رجعنا من الفاصل والفقرة دي تنقذ مين تنقذ مين عيد عندنا مجموعة من الصور هنحطها لك هتنقذي واحد من كل مجموعة المجموعة الأولى سمير غانم يحيا الفخراني محمود حمايدة أستاذ يحيا الفخراني أستاذ يحيا الفخراني ليه بقى؟ طبعا أنا بحبهم كلهم يعني أه لا بس هو أكيد في سبب صنخترتين بس أنا بحبه كفنان طبعا وبحبه كإنسان جدا أنا بعمل الإنسانية جدا أنا فكرة عينة اشتغلت معا كثير في يحيا الفخراني أه اشتغلت معا فيلم زمان اسمه عمبر الموت وعملت معا سكة الهلالي وعملت معا دهشة دهشة بس على فترات متبعدة يعني إنسان يعني مريح ومثقف وهادي يعني بيحب الممثل بتعامل مع الفنانين كويس بيحب الممثل لقدامه زي ما حضرتك بتحبي الممثل بتحبيه يعني في حد مش بتحبي الأسموسفير اللي بتاع الإقراج بتاعك وبحب الممثل طبعا بتحبي الاتنين مع بعض أه طبعا شوف المجموعة الثانية يسرى الليلة علوية إلهام شاهين يسرى بلا تفكير قلت يسرى طبعا طبعا ليه بقى؟ أحب يسر قوي قوي برضو عشان إنسان أشتغلت معاه كتير أشتغلت معاه كتير مش كتير يعني هو مثلا مني كان لي فيه موقف زمان يعني فيلم السقوط كان أستاذ المخرج الله يرحمه ومتحد السباية جالي المسرح مرة المرأة آيلة للسقوط أه مرأة آيلة للسقوط جالي مرة مسرح الساعة الثلاثة بالليل وكانت منت فريد شاو إيه برضو جميل الاتنين خدوني المسرح كده أه هلا بيلا على البيت ومدوني الفيلم معاها ومالولي كذا كده وأنا كنت مشغولة بشغل تاني بشغلة وكده استخطفوني كده خطفة كده روحت البيت والتصوير بكرة وبتاع وكده ولا بعد بكرة ساحيت من النوم ما قدرتش بتاع كده فكلمتهم متون أنا مش ومدوني ساعتها مضيت على وصل بتاعش إيه وبعدين وبعدين سحيت الصبح طبعا عن شغلة تاني فاعتذرت ما عملتش الفيلم ما عملتش الفيلم بس يسر ما قدرتش كعرف معا لكن ألافتك بيها لا لا هي ما لاش تقول ما ترفش حاجة خالص على الموضوع ده خالص خالص لأ ما عملت معها كذا مسلسل كمان ثلاثة أربع مسلسلات قاطع يسرى هي اللي حتمقزي بالأدمة يعني أنا مش هكلم على يسر لا 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 أنا بقول الإنسانة إنسانة جميلة حبوبة بتهاب يعني نشوف المجموعة اللي بعدها لا فتحي والإثنين طبعا إلهام شهين ولاي العلوي طبعا يعني فنانات جمال بس أنا يعني اشتغلت أكتر مع يسرة في عشرتها تعرفت اللي جواها نشوف المجموعة اللي بعدها شريف مونير أحمد بدير مصطفى فهمي هتنقزي مين فيهم؟ أحمد بدير طبعا 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 عشان طبعا اشتغلت معاه هو فنانة سعاد بناصر وحسن قصني هو عادت معهم عشرة ست سبع سنين مصرح فعرفة جوهره وهو إنسان جميل طبعا الأسازة الموجودين من الممثلين طبعا أكيد بعد ما أنقصتي اللي أنقصتيه قدامك اللي أسوأ من الكورونا إيه هو؟ عيدة مين عندك أسوأ من الكورونا؟ أسوأ من الكورونا الظلم صوري الظلم ممكن يكون أسوأ من الكورونا صحيح الظلم الظلم مش إقاسي جدا جدا ومحدش حسوء إلا اللي لمسوا بجدد وجد زلمتي أنا الظلمتي طبعا ظلمت كتير ظلمت جامد ولي حد باتي لسه بزله وأنا عادة قدامك طب حتنقذي مين من الكورونا؟ شخص واحد بتنقذيه من الكورونا مين؟ شخص غالي عندك؟ شخص ليه مكانه جواكي؟ مو أنا لو قلت عليه اسمه مثلا يعني يبقى فال عليه ويعيش ولا حاجة لا ليه بتنقذيه؟ أنت بتنقذين أنتقذه بالكورونا أنا سمير أخوك سمير أخوك سمير أخوك ثلاثين ثانية ابتدوا؟ ووقت الحزر فكرني بأيام التعب والمرض والواحدة اللي كنت فيها برضو الجو دوت كان يفكرني بس طبعاً تماني بربنا وربنا منديني القوة كده وعندي إحساس إن ربنا إن شاء الله حيبعد عننا كل حاجة وحشة يعني سيئة أيام إن شاء الله حتمر وحتمر إن شاء الله ولازم نفضل في البيت نورتيني وحلقتنا خلصت بس بقلنا آخر سؤال ثاني آخر سؤال آخر سؤال آخر سؤال هقولك فالزورة وحلي هالي جورجينا رز وعيدة رياض إيه العامل المشترك اللي بينهم؟ محرم فؤاد طب محرم فؤاد طب اتجوز هو جورجينا رز لا لا أنا أعرفه لا ده اللي أعرفه يعني جغيرة ولا أنت مش هزة تأترفي لا 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 بلاكس بلاكس طب إزاي اللي يعيش مع جورجينا رز يعرف يعيش مع عيدة رياض حرمش أنت أشابه بتاعك ده أنا أقولك إزاي يعني إزاي اللي اتنين مختلفين تماما آه طبعا دي ملك الجمال طب كان بيحكي لك عنها إيه؟ هو عمل فيلم من إنتاجه على فترة أنا عارفة عارفة فلم من إنتاجه آه لا ما تجوزهش كان متجاوز مجدى بايدون ساعته وعنده عايش في بيروت ما عارفش الله أعلم يعني طب لو إنتي راجل هتختاري تتجاوزي عيدة رياض ولا زورجينا رز طبعا زورجينا رز طبعا زورجينا رز طبعا أكيد طبعا دي زي السوسيج كده يعني جميلة يعني كده بس بيني وبينك أه؟ أنا أقوى طبعا أكيد طبعا أكيد دلوقتي بنصممه بقى ما تجاوبيش على السؤال الأولاني اللي إحنا سألناك وقلت حلبس عليه الكمامة؟ بصراحة؟ لا مش هجاوب عليه ليه؟ حتلبسي الكمامة وحلبسي الكمامة طب البسي الكمامة خلاص أهي أهي عيدة رياض لبسة الكمامة على السؤال الأول وما رديش ترد عليه نورتينا وشرفتينا عيدة والحلقة خلصت ولو كنا دايقناك بنعتذرلك ويا شيخ الحارة حنستنى برا أنا وإنتي وما تخفيش مش هناخدلك بطارك يعني وكنتي منورة وميرسي على الحلقة الجميلة دي أنا أولا للميرسي وأشكرك على الحلقة دي وأرجو أن الكلام اللي في الحلقة أن الجمهور يصدقوا لأن كل كلمة أنا قلتها بصدق ومن قلبي وأنا مبسوطة جداً ومبسوطة أن البرنامج ده ناجح أن أنا أكون موجودة فيه وطبعاً القاهرة والناس بتعمل برامج حلوة قوي ودي أول مرة يكون موجودة نشكرك ومشاهدين حلقتنا خلصت وأشوفكم بكرة في حلقة جديدة اشتركوا في القناة